بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نستعرض الحل حق المثالة المثلث اللي شفناه في المحاضرة السابقة واللي تطرقنا فيه لنستهد لوب أو اللوب المدمجة أو المدرجة ضمن لوب أخرى زي ما حنا شايفين قدامنا طبعا أول شي نلاحظوا هنا في اللوب هذي أنه عندنا هذه اللوب الكبيرة الخارجية اللي الجزء هذا وجوه اللوب الداخلية يمكننا نحطها بلون ثاني اللي الجزء هذا بالإضافة إلى عبارة جملة أخرى وهي جملة الطباعة زي ما في اللوب هذي لاحظوا أن اللوب هذي زي ما اللي بره الفور هذي في كل دورة لما تجي تدور اللوب هذي مضبوط تبدأ من هنا التنفيذ بعدين راح تنتقل جزء راح تنتقل جزء هذا راح تنتقل جزء هذا هذه دورتها الأولى أول دورة جوه هنا هذه راح تدور عدة مرات مضبوط في أول دورة اللوب الخارجية راح تدور اللي جوه عدة مرات بعدين راح تنفذ البرنامج هذا يعني هذه راح تدور عدة مرات زي ما في المرة الأولى بعد كدة يتنفذ الجزء هذا ننتقل الجزء هذا من اللوب هذي بعد ما تنتهي بعد كدة نرجع لللوب الكبرى للدورة الثانية زي ما في دورتها الواحدة اللوب الخارجية هذه في الدورة الواحدة التي تدورها اللوب الداخلية راح تدور عدة دورات مضبوط قد تدور مرة أو أكثر أو حتى ما تدور ولا مرة بس فيه احتماليا أن تدور عدة مرات لكل دورة من دورات اللوبة الخارجية حين потاً عنا ممكن هنا يعني حتى نشوف يعني ممكن نقول اللوبة الخارجية الفور الفور اللوبة الخارجية فنحطها هنا مثلا هذه الفور الفور الخارجية الفور رقم واحد مثلاحنا نحط هنا عندها الفور رقم واحد هذه وعندنا هنا جровة الفور رقم أثنين الفور الداخلية هذه الفور رقم أثنين فممكن نحط هنا برضو الفور رقم فور أثنين زي ممكن نعد كم دورة دارة الفور الخارجية وكم دورة دارة الفور الداخلية زي حتى تشوف كيف البرنامج راح يشتغل طيب أول شي طبعا وهنا طبعا راح نحط نشوف الميموري هنا أول شي هنا طبعا راح نحط نعرفنا عدد اللي هو N في الميموري هنا راح يكون عندنا عدد اسمه N زي هذا ال N وقيمته طبعا مدخلة من المستخدم وفرض أن المستخدم أدخل ثلاثة فإذن هنا نقول ثلاثة هذا حجم المثلث زي إذن خلصنا الآن بدأنا بتنفيذ البرنامج بدأت تنفيذ البرنامج سوينا سكانر طبعنا الرسالة للمستخدم بعدين قرأنا قيمة N قيمة N هي ثلاثة زي ما تشايف الآن نجي للفور الخارجية هذه مضبوط أول شي ننفذه في الفور الخارجية هو الجزء اللي هو الخاص ب initialization وهذا ينفذ مرة واحدة فقط الجزء هذا زي فإذن ال I راح يكون قيمتها واحد فإذن عندنا variable جديد في الميموري هنا اللي هو ال variable I وأول ما نبدأ قيمته هي واحد تمام بعد ما ننفذ الجملة هذه نجي نشيك هل ال I أصغر من نجي ننفذ الجملة اللي بعدها هنا أو الجزء عفوا الجزء الثاني من الفور هنا زي فإذن بدأنا من هنا بعد كذا انتقلنا إلى الجزء هذا زي الجزء هذا هل ال I أصغر من أو تساوي ال N ال N ثلاثة وال I بواحد فإذن الجزء هذا يتحقق الشرط تحقق إذن نجي وندخل جوا اللوب لما ندخل جوا اللوب الآن رح ننتقل رح ينتقل التنفيذ إلى الجزء هذا زي هنا حطوه أنا بالأسود مضبوط رح ننتقل للجزء هذا للفور هذي لما ننتقل للفور هذي الآن زي الفور هذي أول جزء منها رح يتنفذ اللي هو Intel J Gets 1 اللي هو الجزء الأول منها خلو نحطه عليه خط هنا هذا الجزء هذا تكون الجي واحد فنجي هنا ونعرف متغير جديد اسمه J هذا الجي نحط قيمته بواحد تمام هنا نشيك هل الجي أصغر من أو يساوي الآي نعم الجي أصغر من أو يساوي الآي هذي شيكنا زي ما سوينا في اللوب هذي مضبوط بدنا من هنا ثم بعد كده انتقلنا إلى هنا هل الجي أصغر من أو يساوي الآي لاحظ الآن الجي هو عداد اللوب الداخلية والآي هو عداد اللوب الخارجية زي فهنا الآن نحن اللوبة الخارجية تمشي لنا كذا بالشكل هذا اللوبة الداخلية تمشي لنا بالشكل هذا زين في اللوبة الخارجية تقولنا السطر الأول السطر الثاني السطر الثالث السطر الرابع السطر الخامس وهكذا اللوبة الداخلية تقولنا العمودة الأول العمودة الثانية العمودة الثالث العمودة الرابعة وهكذا أرجو أن تكون تضحت واضح فحنا قلنا كل عمود نطبعه بناءا عن رقم عدد الأعمدة بناءا عن رقم السطر في السطر الأول رح نطبع عمود واحد في السطر الثاني رح نطبع عمودين في السطر الثالث رح نمشي على ثلاث أعمدة أو نطبع على ثلاث أعمدة فهذا وعشان كده قلنا الجي أصغر من الآي فأمشي من واحد إلين عدد الأعمدة مش من واحد إلين نكتوصل رقم السطر اللي هو آي زين أرجو أن تكون طبحت هذه فنبدأ هنا الآن الآي الجي قيمتها زي ما أنت شايف قيمتها واحد زين نجد ندخل هنا ونطبع لنا نجمة ففي الأوتبوت رح يكون عندنا نجمة زين خلونا نحط هنا طبعا هذه الدورة الأولى لللوب الأولى خلونا نكتب هنا الدورة الأولى لللوب الأولى والدورة الأولى لللوب الثانية الآن زين وهنا ممكن نحط مكان للأوتبوت خلونا نحط هنا مكان للأوتبوت ونطبع نجمة زين فطبعنا فقط نجمة نرجع مرة ثانية الآن الخطوة الثالثة طبعا في الفور زي ما ذكرنا سابقا الخطوة الثالثة أنك تروح يعني بعد ما تخلص من هنا تروح تتجه لزيادة العداد بواحد بدينا من هنا شيكنا نفذنا رجعنا مرة ثانية نزيد العداد فنزيد العداد بواحد في الجي تطلع قيمتها بأثنين هذه الجي تكون قيمتها بأثنين هذه الجي بأثنين هنا قيمتها هل الأثنين الآن يجي نشيك هنا نرجع مرة ثانية من هنا إلى هنا هل الأثنين أصغر من الآي الآي بواحد هل الأثنين أصغر منه وتساوي الواحد لا انت في الشرط خلصت اللوبة الداخلية طلعنا بره اللوبة الداخلية اللي انه انت في الشرط الأثنين ليست أصغر منه وتساوي الواحد الأثنين أكبر من الواحدة فخلصنا من اللوبة الخارجية طبعنا النجمة وخلصنا من اللوبة الخارجية ورحنا نطبع سطر جديد رحنا للجملة هذه انتقلنا الآن إلى الجملة هذه لطباعة سطر جديد فانتقل هنا الطباعة من هنا إلى سطر جديد كنا نطبع هنا كنا نطبع هنا الآن انتقلنا نطبع للسطر الثاني إذن الجملة هذه مهمتها فقط الانتقال للطباعة للسطر جديد في نفس الوقت الجي خلاص طلعنا من السكوب حق الجي أو المجال حق الجي الجي معرفة في الفورة الداخلية طلعنا من السكوب حق الجي فنجي نمسح الجي هنا عندنا معد عندنا variable اسمه جي هذا شيء غريب بس معد عندنا variable اسمه جي طيب خلني الآن أمسح بس اللي أنا حطيته هنا حتى ما نتلخبط مضبوط بالنسبة للفورة الداخلية خصوصا وليست الفورة الخارجية خلني أمسح الآن حتى ندسر نحن ما نتلخبط مرة ثانية طيب الآن ما زلنا حنا طبعا الدورة هذه طبعا الفورة الخارجية هنا الفورة الخارجية نشير واحد دارت مرة واحدة فقط وانتهت خلاص الفورة الداخلية ما زالت في دورتها الأولى نجي الآن طبعا نجي نرجع مرة ثانية إلى الفورة هذه مرة ثانية طبعا حنا نتذكر أنه في الفورة هذه الفورة الخارجية هذه خلصنا من الجملة هذه خلاص نفذها مرة واحدة في الفورة وانتهينا فالآن لما نرجع لما ترجع بعد نهاية الفورة هذه وين بترجع زي كل الفورة ثانية بترجع تنفذ الزيادة حقية العداد هنا فمنزود الآي يطلع الآي تطلع قيمة الآي هنا بأثنين نجي نحط القيمة أثنين للآي بعد ما نخلص من هذه ننتقل إلى الجملة هذه هل الأثنين أصغر من أو تساوية ثلاثة؟ نعم الأثنين أصغر من تساوية ثلاثة ندخل مرة ثانية نفذ الفورة الداخلية زين فندخل مرة ثانية ننتقل من هذه إلى أن ننفذ الفورة الداخلية اللي هي مرة ثانية نروح نعرف مرة ثانية نروح نعرف الجي من جديد ونعطيها القيمة واحد ونبدأ نحسب العداد طبعا هنا بالنسبة للفورة الخارجية هذه الدورة الثانية فنمسح رقم واحد نقول هنا رقم اثنين فهذه الدورة الثانية للفورة الخارجية والدورة الأولى مرة ثانية للفرد الداخلية بدأت تدور من جديد والجي رجعنا مرة ثانية هذا الجي وقيمته بواحد فلاحظ أن في كل دورة من دورات اللوبة الخارجية اللوبة الداخلية تدور كذا مرة طيب جينا هنا الجي بواحد زي ننتقل هل الجي أصغر منه تساوي الآي الآي بكم الآن نحن في السطر الثاني نطبع السطر الثاني الآي بأثنين في الواحد أصغر منه تساوي الآيين نطبع system out بنتلين بعد كذا ننتقل زي أي فورلوب ثانية ونروح نزيد العداد الجي بواحد فتصير قيمة الجي بأثنين فنمسح هنا الجي وتصير قيمته أثنين بعد كذا ننتقل إلى التشييك الشر هل الجي أصغر منه تساوي الآيين نعم الآيين تساوي الآيين فنجي ننفذ مرة ثانية جملة طباعة طبعا نجمة هنا طبعا نجمة ما عليش ننسينا هنا طبعا نجمة تو نجي نطبع نجمة مرة ثانية نفذنا جملة طبعا مرتين طبعا النجمة الثانية وهذه الدورة الثانية من دورات اللوب الداخلية تمام هذه الدورة الثانية من دورات اللوب الداخلية بعد كذا الآن مرة ثانية نرجع مرة أخرى إلى العداد ونزيد الجي بواحد فيطلع قيمة الجي ثلاثة تمام هذه قيمة الجي الجديدة هل الثلاثة أصغر منه وتساوي الآثنين لا الثلاثة ليست أصغر منه وتساوي الآثنين انتهينا من اللوب هذه ونطلع منها ونمسح خلاص الآن الشرط هذا الشرط هذا انتفى إذا الشرط هذا انتفى فإننا ننتقل مباشرة إلى الجملة هذه إذا انتفى الشرط زين وانتهى اللوب هذه انتهت دارت مرتين شف الدورة الثانية لللوب رقم واحد اللوب رقم اثنين دارت مرتين ونشيل الجي من هنا لأنه خلاص راح الـ variable هذا زين ونأتي ونطبع سطر جديد زي ما انتشايف فينتقل التنفيذ إلى السطر الثالث هنا انتقل تنفيذ السطر الثالث خلصنا من تنفيذ system out println هذه نرجع لندور مرة ثانية في اللوب الكبرى زي ما انتشايفين هنا نرجع مرة ثانية حتى نزيد العدات حق الـ i واحد مضبوط العدات حق الـ i الآن بدل ما هو اثنين راح تصير قيمته ثلاثة فهذا العدات حق الـ i صارت قيمته ثلاثة ومرة ثانية نمسح الاشياء اللي سويناها قبل كأننا بنعيد اللوب الداخلية من جديد زين راح تكون هذه آخر دورة من دورات اللوب طبعا زين ينتقل للتنفيذ طبعا نشيك هل الـ i أصغر منه تساوي الـ n الـ i بثلاثة والـ n بثلاثة فموضوعنا تمام ماشي زين الثلاثة تساوي الثلاثة ندخل نعرف الجي مرة ثانية من جديد لاحظ كيف الكبيوتر يسوي يعرف الجي مرة ثانية من جديد فهذه الجي مرة ثانية نجي نحقها عندنا في الميموري من جديد نعطيها القيمة جي نعطيها القيمة واحد هل الواحد أصغر منه أو يساوي هل الواحد أصغر منه أو يساوي الثلاثة نعم ندخل نطبع نجمة فهنا نجي السطر الثالث الآن سطر الثالث نطبع نجمة ثم بعد كذا ننتقل نزيد العداد نزيد العداد هنا الجي بواحد فتطلع الجي قيمتها ب أثنين نجي نحط هنا أثنين ثم ينتقل التنفيذ إلى نشيك مرة ثانية هل الأثنين أصغر منه أو تساوي الثلاثة نعم نجي نطبع نجمة جديدة فنجي نطبع هنا نجمة جديدة بعد كذا ينتقل التنفيذ مرة ثانية إلى زيادة العداد فنزيد العداد الجي بواحد تطلع قيمة الجي بثلاثة هذه قيمة الجي نحطها بثلاثة هذه طريقة تستبع طبعا نلاحظ أنه يطول شوي اللوب وصل لوب تطول شوي فهذه قيمة الجي بثلاثة زي من تشايف مرة ثانية نشيك هل الثلاثة أصغر من أو تساوي الثلاثة الثلاثة أصغر من أو تساوي الثلاثة فعلا من ضغط لأن المتساويات فنجي ونطبع نجمة مرة ثالثة فنجي هنا ونطبع نجمة مرة ثالثة زي ونكمل موضوعنا نزيد الجي مرة ثانية تصير الجي قيمتها بأربعة فنجي هنا نحط الجي أربعة زي بعد كذا نشيك هل الجي أصغر من الآي هل الجي أصغر من الآي زي الجي ليست أصغر من الآي الآي بثلاثة والجي بأربعة لاحظوا أن الفور الثو معليش الفور الثو كانت جلسة تدور كل مرة أنا نسيت دارت مرة بعدين مرتين بعدين هذه الدورة الثالثة الآن دارت ثلاث مرات هل فور تحاول تدور للدور الرابعة من نجي ندور للدور الرابعة أقول لك الجي ليست أصغر من الآي وإنما الجي أكبر من الآي فانتهينا الآن من اللوب هذي واكتفينا بثلاث دورات لللوب الخارجي وهذه طبعا الدورة الثالثة لللوب الداخلية برضه زي ما عدلنا نخرج بره اللوب ونأتي لطباعة سطر جديد فنجي هنا ونطبع سطر جديد في الأوتبوت وبعد كده مرة ثانية نرجع خلونا نشيل هذا زين وكأن اللوب الداخلية ما تنفذت والجي نمسحها تمام وكأن اللوب الداخلية ما تنفذت نهائيا شلنا لهذا كاملا زي ما تشايف الآن طبعا هذا التنفيذ إيش الآن حنا الآن حنا طبعنا السطر الجديد ننتقل إلى نزيد الآي بواحد نزيد الآي بواحد تطلع قيمة الآي الجديدة أربعة بدلا من أنها ثلاثة نضبط فنروح هنا بالعداد آي تطلع قيمته أربعة بدلا من أنها ثلاثة هل الأربعة أصغر منه تسوي الثلاثة؟ لا انتهى البرنامج يبعي أكمل ليش؟ لأنه بعد ما تنتفي هذه مضبوط بعد ما ينتفي الشرط هذا راح نطلع بره اللوب هنا بره الفورلوب خلاص انتهينا فدارت الفورلوب الثالثات مرات وطبعنا المثلث زي منت زي منت شايف قدامك هنا وانتهت العملية خلني بس أوريك بشكل سريع البرنامج في الإكليبس هذا هو البرنامج في الإكليبس في هذه اللوبز الموجودة خلننفذ البرنامج بس إن شاء الله تكون أنت فهمت البرنامج الآن خلننفذ البرنامج نقوله run as java application قال لك دخلي حجم المثلث نقوله ثلاثة enter طبعا لنا ثلاثة نجوم خلننجرب مرة ثانية ننفذ برنامج مجديد ونعطيه حجم أكبر شوي أو عدد أكبر خلنعطيه مثلا عشرة زي طبعا لنا الآن مثلث يتكون من قائمة الزاوية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في عشرة أسطر وكل سطر يزيد نجمة عن السطر السابق لاحظوا من يعني سرعة الكمبيوتر في اللوب وهذه من أهم اللوب من أهم مميزات الكمبيوتر ومن أقوى مميزات برمجة لخلطة برمجة يعني بالشكل هذا هي اللوب فلاحظوا الآن لو عطيته ألف زين enter طبعا لي مثلث حجمه ألف زين خلنشوف المثلث نحاول نشوف شوف لو مشينا هنا شوفت كيف هذا هو قدامك المثلث تمام وبكذا نكون أخذنا مثال على النستدلوب والنستدلوب من أهم صراحة من موضوع مهم ويتكرر وفي صعوبة فلذلك أنصحك أنك تحل عليه تمارين كثيرة حتى أنك تتقنوا راح شاء الله أعطيك إن شاء الله التمارين راح يكون فيه تمارين إن شاء الله على النستدلوب طبعا هنا شفنا مثالي مكمالوا معنا كثير اللي هو مثال طبعتها مثالات لكن بتشوف إن شاء الله لأن تشوف في محاضرات قادمة أمثلة لها معنى وتستخدم النستد